اشتركوا في القناة النادي الاهلي في كل مكان اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الاهلي الحقيقة اول حاجة عايز ابدأ بيها مع حضراتكم انا باستغرب جدا من موقف بعض او البعض اللي بيقول امور كثيرة جدا جدا لا تحدث عبر تاريخ النادي الاهلي تاريخ النادي الاهلي كله منذ انشاءه من 1907 وحتى الان الموقف واضح وثابت وحازم جدا 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 وهي مسندة جميع الاندية في كل البطولات الاخرى الموضوع ده الحقيقة انا استغربت منه جدا لانه احنا هنا في ملعب الاهلي مثلا خلونا اتكلم مع حضراتكم وانا مش من المزيعين اللي بيحبوا يجيبوا فيديوهات ويحطوها ويقولك اتفرج على الفيديو اللي انا قيله يوم كذا ويوم كذا ويوم كذا انا عملتها مرة واحدة بس كان لظرف معين بس مش هعملها تاني الحقيقة لانه انا الموضوع ده بالنسبالي ما بحبوش ان انا حط فيديو انا قلت انا اتكلمت عن نادي الاسماعيل ازاي او انا اتكلمت عن نادي الزمالك ازاي او انا اتكلمت عن نادي الاتحاد ازاي او انا اتكلمت عن نادي في البطولة العربية الاتحاد ازاي اتكلمت عن مصري السنة اللي فاتت ازاي الحاجات دي كلها حاجات معروفة بتتعمل ليه وعشان ايه ما هي الا مجرد حاجات كلها هتنتهي لان في النهاية تظل كل الامور معلقة على شيء واحد فقط وهو احترام الجميع واحترام الغير هو ده الأساس اللي احنا بنمشي عليه في النادي الأهلي هو ده الأساس اللي احنا دايماً بنتربع عليه في النادي الأهلي الناس اللي تربط في النادي الأهلي عارفة الكلام ده كويس جداً وعارفة قد إيه احنا بنحترم الغير وقد إيه احنا بنحترم كل الفرق الأخرى التي تلعب في أي بطولات أفريقية قد يكون البعض متخيل أنه هو عشان بيعمل كده فمتخيل النادي الأهلي ممكن يفكر بهذا الشكل أو أن قناة النادي الأهلي ممكن تفكر بهذا الشكل ولكن الحقيقة إن ده مش طبيعي وده مش صحيح دايماً لما بنيجي نفكر ولما بنيجي نتكلم بنتكلم من منطلق المصلحة العامة للبلد المصلحة العامة للبلد في حلقة أول أمس الحقيقة وأنا كنت قاعدة تكلمت عن أن نادي الزمالك أدى مباراة رائعة في مباراته أمام جورماهيا وتصدر مجموعته واستطاع أن يفوز على جورماهيا بأربعة أداف مقابل لشيء وده فيديو على فكرة ده فيديو موثق وليس شيء آخر من أسبوعين ثلاثة عندما كانت هناك مشكلة في نادي الإسماعيلي أو عند نادي الإسماعيلي أكتر واحد كنت متأثر بهذا الموضوع مش أنا أنا على فكرة لما بجي أطلع أتكلم بتكلم بلسان قناة نادي الأهلي أو بلسان ملعب الأهلي البرنامج اللي أنا بشتغل فيه ودايماً لما بيجي نتكلم بنبقى عارفين إيه هي المصلحة العليا المصلحة العليا اللي هي مصلحة البلد قبل أي شيء ومصلحة آآ بعد كده تيجي بقى مصلحة الأهلي وتيجي مصلحة بقية آآ الفرق فلما بنيجي نتكلم بنتكلم من منطلق المصلحة العليا والمصلحة العليا دي بتحكم النادي الأهلي من سنة 1907 وحتى الآن مش جديدة مش جديدة ولا غريبة ولا فيها آآ أي حاجة من آآ الكلام كل الكلام اللي بيتقال وكل الكلام اللي طالع من مبارح للنهاردة هو كلام الحقيقة آآ أنا باعتبره يعني هو نجاح للبرنامج أولاً هو نجاح للبرنامج الحقيقة لأنه آآ من الواضح إن إن في ناس كتيرة جداً بتتفرج على هذا البرنامج ده حاجة تساعدني جداً جداً عشان كده أنا طالع أقول لحضراتكم إن إحنا ما بنعملش حاجة غريبة إحنا بنعمل اللي تعودنا عليه في النادي الأهلي أو آآ حتى لو الواحد جاي من بره الناس هتقول كده ما أنت جاي من بره على النادي الأهلي يا جماعة اللي بيخش النادي الأهلي اللي بيخش النادي الأهلي صدقوني بيتغير 180 درجة ولو ما تغيرش وبقى آآ كأنه معجون من جوة آآ مية النادي الأهلي وتراب النادي الأهلي النادي الأهلي بيلفزه بيطلعه براه هو النادي الأهلي وجمهوره كده طول عمره معروف فعشان كده انا بقول لحضراتكم احنا متعودين على حاجة حاجة طبعية احترام الغير دي حاجة طبعية ما هو ياما بيتقالع علي انا تحديدا وعلى ملعب الاهلي وعلى غيري من الزملاء ولا حد بيتكلم ولا حد بيرد عارفين ليه لان احنا متعودين على كده متعودين ان احنا لما نيجي نتكلم بنتكلم بكبرياء وبمنطق كبرياء اللي هو كبرياء وعظمة اسم النادي الاهلي وفي نفس الوقت المنطق اللي احنا بنتكلم به احنا ما عندناش اي غضادة ان احنا نتكلم في كل الامور في كل حاجة نقدر نتكلم فيها ولكن في نفس الوقت منتهى الاحترام منتهى الادب منتهى الرقي اللي بنتعامل به كلنا كده كلنا كده كل الاساس اللي بيتكلموا معنا فيه هنا في قناة النادي الاهلي قبل ما تيجي تتعاقد مع قناة النادي الاهلي عارفين قد ايه ان اسم النادي الاهلي معناها كده العظمة والكبرياء والرقي والاحترام واحترام الغير وكل الامور دي معروفة مش محتاج ان انا عرفها او غيري عرفها عشان يلجي يشتغل في قناة النادي الاهل فالحقيقة يعني كل اللي انا بقوله لحضراتكم ده شيء طبيعي جدا مفوش اي حاجة احنا بنحاول نمثل او لا خالص الفيديوهات موجودة بالمناسبة اي حد عايز يخش يتفرج يتفرج على اليوتيوب يكتب كده حيلاقي حيلاقي فيديوهات والغيري من الزملاء اللي موجودين كل الناس اللي بتشتغل في قناة النادي الاهلي كل الفيديوهات موجودة على اليوتيوب شوفوا الناس بتتكلم ازاي وبتتكلم بمنتهى الاحترام حتى لو هناك اختلاف مع اي شخص بنتكلم بمنتهى الاحترام وبالعكس انا مرة جبت الحاجة عام الحسين قعد عشرين دقيقة عشان يشرح وجهة نظر فيش مشكلة خالص ما عندناش اي مشكلة واتكلمنا بمنتهى الاحترام وبمنتهى الرقيع رغم ان كان هناك اختلافات كتيرة ولكن كنا بديتكلم بمنتهى الاحترام ومنتهى الرقيع لانه في النهاية يا ما انتقاط الاستاذ احمد مجاهد عضو مجلس ادارة الاتحاد المصري لكرة القدم يا ما انتقاط امور اخرى ولكن الاستاذ احمد كابتن احمد مجاهد والاستاذ احمد مجاهد وانا بتكلم عنه بتكلم عنه بمنتهى الاحترام ان فيه حاجات غلط من وجهة نظرنا ممكن ان هو يطلع يقول لو كان حابب ان هو يطلع يتكلم. كان ممكن يطلع يتكلم ما عندناش اي مشكلة. اتصلت بيه كم مرة محمودة سعيد عشان آآ يعمل مداخلة وانا بتكلم علشان نقدر نتكلم بمنتهى الرقية وبمنتهى الاحتراب. فالموضوع بالنسبة لنا آآ بسيط جدا وما فيوش اي مشكلة. لان هدي هي عادات النادي الاهلي. هدي هي اخلاق النادي الاهلي. هو ده اللي احنا دايما هنتكلم به وبنتكلم به. وبالمناسبة وانا بتكلم خلال آآ